دائما ما عودتنا عليه جامعة القدس وهي التي كانت الأولى فلسطينيا في تصنيف الكيو أس العالمي للمنطقة العربية بهذا الصدد سيكون بالحديث معنا الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس من خلال الصوت والصورة ينضم حاليا وإيانا صباح الخير دكتور عماد صباح الخير كيف أنت والمجتمعين جميعا إن شاء الله بخير إحنا بخير دائما طول ما أنت بخير أكيد في متابعتك لمثل هذه الإنجازات هذا إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي دائما ما تسعى جامعة القدس إلى الحصول عليها أن تكون الأولى فلسطينيا وفي المرتبة الثانية والخمسين عربيا في تصنيف الكيو أس هو يعتبر فعليا إنجاز يرفع له القبعة بهذا الإنجاز الجميل جدا هذا الإنجاز الأكاديمي ولكن دكتور اسمح لي في بداية الحديث أن نعرف السادة المستمعين والمشاهدين عن ما هو تصنيف الكيو أس التي حصلت عليه الجامعة القدس بكونها الأولى فلسطينيا يسعد صباحك مرة أخرى يعني حقيقة في هناك ثلاث تصنيفات عالمية يعني هي التي معتمدة في العالم بشكل عام التصنيف الأول له لكيو أس وهو بريطاني والتايمز وهو أمريكي وشانجهاي وهو صيني وهذه التصنيفات التي تم اعتمادها عالميا بين كل الجامعات والتي تسجل بها الجامعات للارتقاء بالمستوى وجودة التعليم والبحث العلمي وبالتالي هي تتابع وتواكب المعايير الدولية لتبقى جودة التعليم متميزة والحمد لله يعني احنا في آخر خمس سنوات استطعنا أنه نسجل في هذه التصنيفات بحيث أنه كما ذكرت نواكب مسألة اللي هو المعايير الدولية في جودة التعليم وموضوع البحث العلمي وكذلك احنا بالإضافة إلى أنه عملنا خطة استقرار مالي يعني خطة استراتيجية متكاملة أكاديمية بحثية مالية والحمد لله أنه بدأت هذه على المستوى المالي حققنا الاستقرار المنشود بناء على الخطة وكذلك على المستوى الرقيب جودة اللي هي البرامج بحيث كمنا بعمل تطوير لكافة البرامج الموجودة في الجامعة بما يتواءم مع هذه المعايير وكذلك كان في عنا خلق بيئة بحثية للجامعة لمشاركة الطلبة والأساتذة بحيث الحمد لله يعني احنا لأول مرة في تاريخ الجامعات العربية بوصل حجم 40% من الإجمال البحثي للجامعة من الطلبة وهذا طبعا بسبب هذه الاستراتيجية لمشاركة الأساسة مع الطلبة في مرحلة البكالوريس في الأساس وطبعا يعني نواكب هذه المعايير من ناحية التوظيف من ناحية المهارات المطلوبة بالإضافة للمعرفة اللي هي عبر التخصص الذي سيدرسونه وطبعا في معايير أخرى إلى علاقة بمشاركة الطالب بمؤتمرات دولية ومشاركة الطالب في قضاء بعض الوقت خارج البلاد وهذا برنامج هو أكبر برنامج في فرسطين تتبنى جامعة القدس بحيث أنه يعني يكون في عنا شراكات وقدرنا ننجح بعمل هذه الشراكات مثل ألمانيا مثل إيطاليا مثل بلجيكا معظم الدول الأوروبية وكذلك في تركيا وغيرها من البلدان التي نستثمر من خلال القضاء بعض الوقت لطلبتنا للإطلاع على التعليم بشكل آخر على الإنسان على الآخر بشكل عام على الثقافات المختلفة حتى تتوسع المدارك على المهارات الموجودة لدى الآخرين حتى ينسقل بمهارات يكون من خلالها منافسا في سوق العمل المحلي والدولي يعني جموعة هذه المعايير هي اللي بتسبب اللي هو الوصول إلى مستويات الحمد لله متقدمة في موضوع التصليفات يعني دكتور في صدد هذا الإطار بأنه أن يكون فعليا هناك دمج للطلبة طلبة الجامعة بكل المحافل وبمختلف القطاعات والمشاركات الدولية أكيد والانخراط الطلاب مع العديد من الجامعات خارج فلسطين هذا فعليا ما شكل علامة فارقة من خلال هذا الإنجاز للجامعة ولكن أكيد الجامعة تسعى بين خلال هذه الإنجازات والتصنيفات التي تحصل عليها أن تقدم أو تخدم كل المجالات والتخصصات لديها لأن كما ذكرت أن يكون هناك طالب ليس فقط حاصل على شهادة علمية مميزة من جامعة القطس ضمن تخصص الجامعة إنما أيضا حاصل على مهارات شخصية تدعمه في سوق العمل ما بعد انتهاءه من المرحلة الجامعية وأن يكون هناك فعليا لديه شغف في أن يكون استمرار لالانضمام بمرحلة الدراسات العليا يعني حقيقة هذا الكلام سليم مئة بالمئة تبين بالوجه القطعي أن موضوع ثقل المهارات للطالب هي الأساس في موضوع السجل الفجوي ما بين الجامعة ومخرجات التعليم وبين سوق العمل وبالتالي على سبيل المثال إحنا جبنا بعض البرامج مثلا مع بارد كوليت في نيويورك جبنا برنامج liberal arts education وهذا البرنامج فريد بالنوعه بحيث أن الطالب خلال سنتين كان أدبي أو علمي يدرس مواد علمية وأدبية وحيث يتم اكتشاف مواهبه وقدراته وتخصص في السنتين الأخيرتين وبالتالي من البداية يكون معاه منتور عشان اللغة الإنجليزية من هون يتخرج حتى لو كان ضعيف جدا باللغة الإنجليزية يتخرج بلغة الإنجليزية متميزة عملية اللي هو بناء شخصيته من ناحية المواد اللي يعطى لها اللي هو critical thinking والتفكير الناقد وبالتالي هذا بيأدي أنه يكون شخص بالفعل له حضور وله شخصية مستقلة وله قدرة على التواصل والاتصال وهي مهارة بحد ذاتها ولذلك أكثر من 97% من خريجي هذا البرنامج وجدوا العمل مباشرة وكذلك أنشأنا برنامج اللي هو مع الألمان اللي هو معروف صار اليوم في فلسطين صار له عشر سنين في جامعة كدس اللي هو ديول استدرس الدراسات الثنائية والذين حقيقة استفدنا من التجربة الألمانية بحيث أنه وضعنا كل الفورمز وضعنا كل البروسيجرز والإجراءات التي يجب أن نكون بها وكذلك اللي هي طبيعة المواد ووصف هذه المواد وتدريبنا من أجل إعطاء هذه المواد وطبيعة هذا البرنامج أنه يدرس طالب ثلاثة شهر في الجامعة أو ثلاثة شهر في الشركة وهلما جرى لأربع سنوات وكتب عن هذا البرنامج لأول مرة البنك الدولي يعني عادة البنك الدولي يكتب عن دول ولكن لأول مرة في تقرير 2024 كتب عن جامعة الكدس كنموذج يطلب من الجامعة العربية لاحتذاء به لأنه أول ستة شهر بعد التخرج سبعين في المئة من هؤلاء الطلاب يجدوا العمل بسهولة ونحن المجتمعات فتية يعني المجتمعات الشبابية إحنا سبعين في المئة أقل من ثلاثين سنة وبالتالي هذه المجتمعات بحاج إلى قدرة تنافسية عالية وبالتالي سقل لشخصيات الناس بحيث أنه يجدوا أماكن في العمل بشكل سلس لأنه التنافس عالي بسبب الكم الهائي من الشباب ولذلك يجب أن يخضع التعليم العالي لهذا التمييز بحيث يستفردوا طلبتنا في فلسطين بشكل عام وفي جامعة كدس اعتناءنا الخاص بأنه يكونوا هم مميزين وقادرين على التنافس على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وهذا لا يتأتى من خلال التخصص لأن التخصص والمعرفة أصبحت تستطيع أن تستقيها بشكل أو بآخر ولكن الأدوات لتطوير هذه المعرفة والقدرات الشخصية من خلال المهارات المختلفة هي التي تميز الإنسان عن الآخر وتعطي فرص أكثر في سوق العمل وهو الكارير سنتر التدريب الطلاب على مهارات مختلفة خارج النشاطات المنهجية للجامعة دكتور يعني الجامعات أصبحت تتجه في إطار الاهتمام أكثر حول البحث العلمي ولكن جامعة القدس كان دائما لها تميز بكل المجالات وتحديدا في هذا الموضوع البحث العلمي أصبح له دور وأهمية كبيرة فكيف تسعى الجامعة بأن تخدم هذه المهارات لدى الطلبة الملتحقين فيها بمختلف الدرجات سواء البكالوريس أو الماجستير أو غيرها من الدرجات العليا كيف تخدم هذه المهارات طبع كان للطلبة أو حتى للهيئات التدريسية فيها ضمن مجال البحث العلمي يعني حقيقة موضوع البحث العلمي موضوع مهم جدا لأنه كما ذكرت التميز أي طالب عن الآخر هو قدرته على استقان الأدوات المستخدمة من أجل استقاء المعرفة وبالتالي يجب أن يكون لديه المهارة الكافية والمعرفة في كيفية عمل الأبحاث العلمي وخاصة في تدرج هذه الأبحاث وقدرات الشخص وتطويره على هذه القدرات وبالتالي إحنا كما ذكرت أنه طلبنا من كل كلية على مستوى البكالوريس أن يكون هناك مشاركة في إنتاج الأوراق البحثية ما بين الأساتذة والطلبة وكمان من أجل تطوير أنفسنا نحن جبنا خبراء من العالم لتدريب الأساتذة على منهجية البحث العلمي بما يتواءم مع المواد العلمية والمواد الأدبية ونكرس كل اهتمامنا أنه كيف ممكن أن ننمي هذه القدرات البحثية لدى الطالب لأنه إذا خلقنا هذه البيئة البحثية نستطيع من خلالها أن يكون في عنا هناك أفكار إبداعية وريادية لذلك قامت جامعة القدس بإنشاء حاضنات أعمال وجبنا كثير من رجال أعمال في المهجر لتمويل الأفكار الإبداعية والريادية بحيث أنه نزاوج ما بين صاحب المال الذي لا يوجد لديه أفكار لتطوير مشاريعه وما بين الطالب الذي يأتي بأفكار ريادي وإبداعية وليس معه مال وبالتالي تزاوج هذه الأفكار ونحن ننظر ليس فقط للشخص الذي يأتي بالفكرة الريادية والإبداعية وتطوير أعمال ولكن ننظر كمان لا الأشخاص الذين خلفه لا يستطيعون الإتيان بأفكار ريادي وإبداعية أن يجد لهم فرص عمل عندما ينجح في مشروعه وبالتالي هذا لا يتأتى إلا من خلال إنشاء أو خلق البيئة البحثية المناسبة التي لا تأتي الأفكار الريادية والإبداعية إلا من خلال خلقها أكيد يعني إحنا دائما ما نأمل أو دائما ما بنلاحظه على أرض الواقع ليس فقط بالكلام وإنما بالإنجازات على أرض الواقع والتصنيفات التي تحصل عليها دائما جامعة الكتس كونها من الجامعات الفلسطينية المتميزة وتحديدا بالإنجاز العلمي اللي حصلت عليه هذا الإنجاز الفلسطيني الأكاديمي كونها الأولى فلسطينيا ضمن تصنيف الكيو أس العالمي للمنطقة العربية دكتور الأستاذ الدكتور عماد أبو كيشك رئيس جامعة القدس أشكرك على انضمامك معنا في برنامج طلت فجر وهذا الحديث المثمر والغني بكل المعلومات التي فعليا تشجع الطلبة أن يكون هناك استمرارية لحتى ما بعد انتهاء درجة البكالوريوس أن يكونوا دائما حتى طلبتنا الأعزاء من المرحلة الثانوية أن يكونوا منضمين في جامعة القدس كل الاحترام لأستاذ الدكتور عماد أبو كيشك سعد صباحك وكل أوقاتك وانضمامك معنا في برنامج طلت فجر بشكور دكتور اشتركوا في القناة